مرحبا أصدقائي أهلا وسهلا بكم اليوم مع بعض سنقوم بعمل مرباق شور البرتقال نقوم أولا بتقشير البرتقال بهذا الشكل الآن نقوم بتقطيع القشور إلى شرائح رفيعة نقطع جميع القطع بهذا الشكل الآن نقوم بإزالة الطبق البيضاء من القشور كما تلاحظون نقوم بعمل جميع أجزاء القشور بهذا الشكل قد قمت بعمل قشور هدد أربع برتقالات الآن نقوم بإحضار خيط متين قليلا الآن نبدأ بالعمل بهذه الخطوات نحضر شريحة من القشور ونقوم بلفها بهذه الطريقة هكذا أصبحت كما تشاهدون نقوم بإحضار إبرة والخيط وندخل الإبرة في القشور بهذا الشكل كما تلاحظون أنا قمت بعمل القشور جميعها قمت بربط القطع الأولى بهذا الشكل كما تلاحظون وضعت شرائح القشور بهذا الشكل سأقوم الآن بوضع باقي شرائح القشور الآن نقوم بربط الطرف الآخر نقوم الآن بإحضار إناء فيه ماء ونضع فيه القشور البرتقال نتركها لمدة ليلة كاملة بالماء ونقوم بتبديل الماء 4 إلى 5 مرات بعد مرور ليلة كاملة الآن نحتاج إلى المواد التالية كأسي من السكر نصف كأس من عصير البرتقال نصف كأس ماء نحضر طنجرة فيها كمية من الماء البارد ونضع قشور البرتقال في الطنجرة ونضع عليها كمية أخرى من الماء نضعها فوق الموقد إلى أن تبدأ بالغليان كما تلاحظون بدأت بالغليان ننتظر دقيقتين ثم نرفعها نرفع قشور البرتقال ونقوم بتبديل الماء الذي في الطنجرة نقوم بإعادة القشور في ألماء مرة أخرى نعاود وضع الطنجرة فوق الموقد ننتظر إلى أن تغلي ونقوم بنفس العملية 4 إلى 5 مرات ونقوم بنفس العملية 4 إلى 5 مرات أخرى ونقوم بنفس العملية 4 إلى 5 مرات أخرى نفرغ الطنجرة من الماء الآن نضع السكر ونضع ماء ونحركهم مع بعض قليلاً نضع الطنجرة على الموقع إلى أن تبدأ بالغليان بعد أن بدأت بالغليان ننتظر مدة دقيقة ثم نقوم بوضع قشور البرتقال نضع على الوطاء ونتركها مدة 5 دقائق ونقوم بتقليبها نضع الآن حصير البرتقال نتركها على نار هادئة إلى أن يدخن قوام القطر نقوم بتقليب المكونات كل فترة نراحب كيف أصبح قوام القطر لقد أصبحت المرباة جاهزة نقوم بإخراجها نسكب القطر فوقها نتركها إلى أن تبد ثم نقوم بإخراج الخير منها الآن أصبحت باردة نقوم بقصف طرف الخير ونقوم بسحف الخير هكذا نقوم الآن بإخراج جميع القطر هذا هو الشكل النهائي لمربى قشور البرتقال كما تلاحظون شكلها جميل وطعمها رائع أصدقائي انتهت وصفتي لهذا اليوم أتمنى أن تنال إعجابكم لا تنسوا اللايك والاشتراك في قناتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر